دكتور احنا عايزين نتكلم على الاول ايه العوامل اللي بتؤدي لزيادة السمنة العوامل اللي بتؤدي لزيادة السمنة بمنطقة البساطة الاكل رقم واحد الاكل يعني الناس لازم تكون عارفة كويس اوي ان تلايهم بيعملين يدوروا على حلول 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 وبعدين على المشكلة الرئيسية الاكل الناس لازم تعرف ان انت محتاج سعرات حرية يومية انت ليك طاقة جسمك محتاج طاقة بياخدها من الاكل لازم تكون واحد كل واحد لازم ننمو بتفكرنا ونعدل تفكرنا الناس تقدر تعرف دلوقتي وزنك قد ايه وطولك قد ايه وانت محتاج قد ايه سعرات حرية في اليوم ايه خدت السعرات الحرية من الاكل جسمك استهلكها في الطاقة اللي زيادة عن حاجتك هيتخزن دهون مغاطفة بقى هو جاي من اين يعني فيه ناس تقولك انا ما بقولش يا دكتور كتير ده انا كل اللي باكل انا باكل فاكهة كتير طب انت كلت فاكهة كتير زيادة عن حاجتك هتتخزن دهون هتاخد الطاقة اللي احنا عجبنا تخزن هتتفاكه دول كله 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 احسيبي كله في النهاية بتاكلي قد ايه وفي النهاية جسمك ياخد مثلا لو سيهي مثلا احنا محتاجين 1800 سعر حراري دول بيترجموا الاكل ايه خدت 2000 ونص خد ال 1800 اللي عايزهم وال700 اللي بقايين خزنهم في صور الدهون في الجسم لا شك ان فيه عامل وراسي ايه فيه عامل وراسي في بعض العائلات بيكون في ضعف تمثيل غزائي وفيه عامل وراسي بيكون تجاه انواع معينة من الاكل او مجموعات غزائية معينة لكن في النهاية ايه اللي هيعظم العامل الوراسي اللي هيعظم العامل الوراسي هو عدد غزائي غلط هي الفكرة كلها في عدد غزائي غلط لو تعدلت مش هيبه في سمن مع استبعاد أسباب المرضية في أسباب مرضية كتير لازم مريض السمنة نستبعدها الأول زي مشاكل الغوضة الدرقية مشاكل زيادة الكورتزون في الجسم أو إذا كان بيأخذ أي أدوية بتزود الدهون أو بتقل التمثيل الغذائي لكن في النهاية الأكل الزيادة هو وطفر بقى هو جيد لين وتعودي مع الناس الكلام معهم يقولك أنا ما أقولش كتير أعودي مع نفسك هات وراء وكتب أنت بتاكل إيطر اليوم واحسبهم هتلاقي نفسك عدد السعرات الحرارية أكتر من المطلوب النت ما خلاشي مدام هلا حاجة دلوقتي ادخل على النت اكتب إزاي أحسب السعرات الحرارية اللي أنا محتاجها وأعرف كل حاجة أنت بتاكلها سعرات الحرارية قد هتحفظهم 3 معلق رزب 80 سعر حراري ربع رغيف بكذا وابدأ أحسب كل الأكل بتاعك ما أنت ممكن تكون رغيف الصبح ده بالنسبة لك أنت أليل بالنسبة لنا كتير فلازم كل واحد يكون عارف أنت محتاج قد إيه وحستهلكهم في إيه وبتختلف بقى واحد رياضي غير واحد مش رياضي واحد شغله مكتبي واحد شغله ميداني بيتحرك بيروح بييجي فده مهم جدا أنناس تكون عارفة أن السبب الرئيسي للسمنة هو الأكل الزيادة